اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي بيتم يجي واحد يقولك انا مكتشف مواهب ينزل على مركز شباب او ينزل لمحافظة بعيدة عن القاهرة او بعيدة عن الجيزة او ايا كان يجي يقولك انا مكتشف مواهب ويجي ينزل ويتفرج على اللعيبة ويجي يقوله انا تمام انا انت عجبني وانت عجبني وانت عجبني ويطلعكم العالمية ويخليكم تحترفوا وي 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 ويرسب لهم البحر تقينة تمام يجي بعد كده بعد ما يعشمهم ويخليهم انهم يحلموا انهم يلعبوا في اندية كبيرة يبتدي يلم منهم فلوس كل واحد مبلغ وقدره ايا كان بقى المبلغ اللي بيقدر ربنا يعني اللي بيقدر عليه ويبتدي يلم الفلوس يلم الفلوس من هنا وهب انا اسف في اللفظ بس ايه فالسع حد يشوفه تاني يجي للأسف للأسف هو كده هو اه بيكسب فلوس بس هو كده بيدمر حلم الناشئ اللي طالع فيه غيره بيقدر يكمل وفيه غيره بيقدرش يكمل يعني فيه ناشئين من دول اللي بتنسب عليهم دول او اللي بيدحك عليهم او اللي بيتاجر باحلامهم بيعدوا ويفضروا مكملين وبيقدروا يكملوا فيه غيرهم لا حولة ليهم ولا قوم بيقدروش طيب احنا للأسف للأسف يعني الاهالي انا شايف من وجهة نظرك يا خالد ان الاهالي عليها دور كبير جدا في القصة دات او في الموضوع او في القضية دات انت ما فوت واعي ابنك انت ما تاخدش الطريق السهل لا اخد الطريق الصعب وخليك يعني صبور وصبر اكيد هتنول وتول ما انت بتشتغل وبتلعب ويعني بتدوس على لفسك طبعا اي حد بيحتاج زقة ده اكيد زقة دي ممكن مثلا حد يكون لك معرفة في مكان فلاني يبتدي يخليه يشوفك انت عندك موهبة دي ممكن نعملها عادة لكن ما روحش لحد او انصاق ورا حاجة انا مش عارف هي اخيرها ايه وطبعا احنا يعني الاسف ان ده اصلا مش في مصر بس يعني العمليات دي مش في مصر بس ده في افريقيا عموما في افريقيا انا كنت لسه بقرأ تقرير مبارح في معن يعني المحتلفين الافارقة والقصص اللي هم قابلوها كتير جدا من القصص دي لقيت ان في مالي وكوتيفور وبركينة فاسو بيعملوا كده يعني يجي يقول للعيب انا هسفرك هسفرك الدورة الانجليزة او الدورة في فرنسا يبتدي يلمي منهم فلوس طبعا مبالغ كبيرة جدا وقوية جدا ويلمي منهم فلوس ويسفرهم فعلا بس ما يسفرهمش بقى ولا انجلترا ولا فرنسا ولا الاوروبا عموما تلاقيهم يسفرهم مثلا يعني بلاد في اسيا ما يباش فيها اصلا دوريات ويعودوا هناك ويعانوا ويطلع يعني يطلع عنيهم يعني فالموضوع هو احنا قلنا هو اشبه بقضية مش فكرة ان هو موضوعه بس بنتكلم فيه لأ للاسف كمان ان فيه يعني احنا عندنا في مصر فيه اسامي كبيرة قوي في المجال دول وبيستغلوا اساميهم بطريقة خطأ جدا طبعا احنا مش هنسكر اسماء اكيد بس الفكرة كلها ان احنا لازم نسلط الدوق على دي لازم نسلط الدوق على دي عشان اتحاد الكورة او الدولة او اي الجهات المعنية او الجهات المسؤولة عن كده تبدأ انها تقنن حاجة زي كده يعني واحد نجم كبير يكون لعب في نادي كبير يستغل اسمه يجي يبتدي يجمع ناس يقول لهم انا هلعبكم انا هشهركم انا هخليكم تحترفوا ويبتدي يتاجر بيهم ويتاجر بأحلامهم زي ما قلنا ويلمي منهم الفلوس وفي الاخر بلح فللأسف للأسف ان احنا لازم دي حاجة ناخد بالنا منها جدا لان ده كمان يعني احنا اكيد كل الناس بتتفرج على الدور المصري ده اكيد فانت هتلاقي اصلا ان ده انعكس على الدور المصري يعني الدور المصري فيه لعيبة تحس ان هي انت مكانك مش هنا يعني انت فيه واحد مثلا تلاقيه ما يعافش لعب كرة اساسا بس بيلعب في نادي وبيقبط وبياخد فيلوس كويسة ده عشان خاطر ليه وسطة بس الفكرة مش في وسطة وبس الفكرة كلها ان ده مكانه المفوض يكون فيه موهبة موهبة تانية اتدفنت ويعني حلمها تقتل وتنصب عليهم هي دي النقطة مش فكرة مثلا ان احنا محسوبية او ده دي قصة تانية دي ممكن نتكلم عليها في حلقة تانية ان شاء الله بإذن الله بس الفكرة في ايه اننا دلوقتي دي موهبة اتدفنت فطلع مكانها واحد ما يستهلش انه يكون موجود هي دي النقطة طيب احنا ايه الحل ايه الحل زي ما قلنا ان احنا لازم نقنن حاجة زي كده لازم يكون فيه جهة مسؤولة عن كده حاجة تتم عن طريق الدولة اه ما عنديش مشكلة ان انت تكون مكتشف موهب بس ما سيكون معاك رخصة معاك ورق يثبت ان انت تقدر فعلا تقدر فعلا توصل الناس دي لاماكن كويسة والانديها كويسة يكون فيه رقابة على كده يكون فيه رقابة بحيث حتى انا انا لو انا ابني مثلا عايز عايز اللعبه في النادي كويس ولقيت ان فيه واحد مكتشف موهب وفعلا حقيقي ومعتمد مثلا من جهة حكومية او يعني او مقنن او معاه رخصة او يعني ايا كان التقنينة يبقى شكله عامل ازاي لما انا الاقي حاجة زي كده لقا هروح معاه وهفضل مستمر معاه وهفضل مكمل معاه انا فعلا يعني احنا عالصفحة بتاعتنا انا اسماتي قصص غريبة جدا القصص يعني بجد الصفحة جلنا مثلا يعني انا احنا اصلا اتكلمت في الموضوع ده بسبب ان احنا جلنا عالصفحة كتير اوي حد عايز يتكلم على دي الموضوع بصراع عجبني جدا وانت عارف احنا دايما يعني الناس بتفرج علينا في شباب لايف احنا دايما بنحب الموضوع اللي اللي بتمس او اللي يعني بتلمس الناس او يعني الناس فعلا مهتمة بيها فلما لقيت ان في اكتر من يعني اكتر من عشرين خمسة وعشرين رسالة بتقول نفس الحاجة دي ان انا ابن تنصب عليه قصة تانية غريبة جدا قال لنا ان انا ابن واحد قال له انا مكتشف مواهب وافدلنا مكملين معاه ودربوا شهر قاعد شهر يدرب في الولد ويقول له انا هاهلك انا هطلعك انا هجبلك في الزمالك واجبلك في الاهلي واجبلك في الاسماعيلي والاتحاد ومعند علاقات ويه واحد يدرب في الولد شهر شهر قاعد يدرب فيه وماخدش منه ولا ماليه وجي قال له لأ دا احنا لازم تتاهل وانا بص لازم عشان الورق اخلصوا كده وفيه ورق وحاجات عايز تلاتين الف جنيه ولا خمسة تلاتين الف جنيه دي دي قصة حقيقية يعني دي قصة جات لنا على الصفحة قال له تلاتين ألف وخمسة تلاتين ألف عشان خطر أخلص لك الوراء أخذ الفلوس بقول لكم قاعد درب الولد شهر عشم الولد والولد خلاص والولد نزل بقى جاب لبسه جاب جزمة جديدة ولد عنده اتناشر سنة ناشي وعايز يطلع وعنده موهبة هو الولد عنده موهبة يعني هو الولد مش يدفع فلوس عشان خطر يلعب مكان حد أو محسوبية أو وسطة لا هو الولد عنده موهبة بس عايزة تتشاف عايزة تتشاف حد يشوفها من الأندات كبيرة فقال له هات الفلوس خد الفلوس تاني يوم بيكلمه آه ده أنا بثبتك الوراء تالت يوم تالت في الرابع في الخامس راح فطبعا دي حاجة يعني يعني دي حاجة مثلا دي حاجة لأ دي حاجة يعني حاجة حاجة انت قتلته انت موت حلمه فطبعا ده موضوع مهم جدا وحنا قلنا دي قضية ومحتاجة تفاصيل كتيرة ومحتاجة وقت كبير قوي عشان يقدر نتكلم فيه تاني حاجة بقى أنا عايزة اتكلم فيها النهاردة ويمكن الناس واخدر خبر نواه طبيعي بس أنا كخالد مش شايف انه طبيعي يعني ممكن الناس تقولي عم انت نكبر الموضوع لا بس أنا هقولكم احنا ليه هنكبر الموضوع تاني الخبر هو افتتاح فرع النادي الأهلي في اللقصر طبعا الزمالكوي هتفرج عليها وقولي يا عم انت شكلك أهلاوي وهتوقع الطرغ كتير وهتمجد في الأهلي لأ هو الأهلي مش محتاجين حد يمجد فيه بس هالفكرة كلها ان الموضوع ده هي أبعاد كبيرة جدا انت متاخدش بالك منها يمكن بقى للعب الكورة لعب كورة ومارس الكورة او لعب في نادي هيحس باللي انا هقوله هيحس باللي انا هقوله طب ايه اللي بيحصل انت مكبر الموضوع او لا عم خالد لا الفكرة كلها ان النادي الأهلي فتح فرعي في الصعيد الصعيد انت عندك 70% 75% من لعيبة الدور النصري من الصعيد والقرياف زمان زمان لما كانوا قاعد بلعب كورة في نادي تلاقي يعني قاطع مسافة 8 ساعات 7 ساعات جاي بالقطر وطلع عينه عشان يجي يتمر مش يجي يختبر بس لا يجي يتمرد يجي واخد المواصلات واخد الشمطة بتاعته واخد أكله وجاي على النادي او جاي وممكن ما يكونش نادي كبير نادي الليل وما يكونش أسه ممكن يكونش أسه مصنف ولا بلعب في دورة في قسم تاني ولا تالت أساسا بس هو الفكرة كلها ان هو عايز يلعب كورة في نادي فجاي قاطع ده كله قاطع مسافة كبيرة جدا وقت كبير جدا جدا عشان خطر يجي يختبر في النادي عشان خطر يتمرد النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا في أفريقيا وأكتر نادي على مستوى العالم حصد للبطولات فاتح في الصعيد فإذا هو عمل ايه هنا إذا هو وفر على أهل الصعيد والمناطق المجاورة هو مش هيخدم على اللقصر بس هو أهل اللقصر لا طبعا هو هيخدم على كل المحافظات اللي جنبين كل المحافظات اللي حوالين اللقصر تمام هيخدم عليها ازاي أنا ابن عايز يختبر ابن عايز يتمر بدل ما هجيبه القايرة لا هوديه على اللقصر وهوديه على فرع النادي الأهلي فبالتالي هيساعد الناس هناك إنه هم يتلعوا المواهب بتاعتهم طب ده هيفرق معنا احنا في ايه لا طبعا هيفرق كتير جدا جدا هيفرق فيه أنا أقول لك هيفرق فيه هيفرق فيه هيفرق فيه لما موهبة تلاقي النادي الأهلي فتح فرع جنب المحافظة بتاعته ما بتكلمش على اللقصر ما بتكلمش على المحافظات المجاورة لما يلاقي اني مثلا بينه وبينه ساعة ولا ساعتين اه هروح اتمرن كان بيضع 7-8 ساعت عشان خاطر ايجي يتمرن في القاهرة لا انا هروح اتمرن هناك تدي يطلع لك المواهب اللي فعلا محتاج انت تشوفها هيتدي يطلع لك جيل جيل عنده احترافية جيل تتفق معايا او ما تتفقش بس تتفق معايا ان النادي الاهلي عنده احترافية او ما تتفقش ده حاجة تخصك بس انا ده وجيت نظر وشايف انه هو فعلا في خلال هيطلع اجيال لو فضلت المنظومة ماشية كده على المستوى الرائع دوت هيطلع اجيال قوية جدا هيطلع مواهب يعني مواهب عندها عقلية احترافية وده هيفرم معنا جدا في الدورة ويفرم معنا يعني بدلا ما تلاقي محمد صلاح واحد ولا محمد النيني واحد لا هتلاقي محمد صلاح واحد واثنين وثلاثة وعشرة وانا نفسي يعني انا نفسي نفسي ان بقيت الاندي هتعمل كده ليه ما روحش افتح فرعي في الحتة اللي زي كده الصعيد ليه ما روحش افتح فرعي في الارياف ليه ليه ما اعملش كده ده بالعكس ده حاجة هتطور مني انا كنادي اصلا حاجة هتطور مني كنادي وحاجة هتدخل فلوس وحاجة اقتصاديا قوية جدا ده كمان في نقطة تانية يعني ان الاهل يفتح في اللوصر اشميع للوصر اشميع للوصر لان اللوصر في احداث سياحية كترة جدا واجهة سياحية على مستوى العالم واجهة سياحية داخلية يعني انت عايز تطلع بتطلع الاسر واسوان بتتفسح بتتصرف فيه فبالتالي ده برضو دعاية سياحية وحتفيدك وحتفيد البلد فانا نفسي الاندية كلها تعمل كده يعني ليه الاندية كلها ما تطلعش تفتح فروها في الحدى دي حتى هتطلع معاك مواهب يعني هتوفر كتير قوي هتوفر كتير جدا فدي تاني نقطة كنت حاب نتكلم معاكم فيها فيه بقى تعقيب صغار كده على التغير اللي حصل في نادي الزمالك باتشيكو وباتريس كارتينون وطبعا هنتكلم شوية على موسيماني موسيماني اللي هو محدش فيهم له حاجة يعني هو موسيماني مدرب طبعا كبير جدا وقوي جدا وزكي جدا جدا بس هو فيه حاجة مش مفهومة انت ما تفهمش المشكلة عنده ولا المشكلة عند اللعيبة هل في تضيع الفرص الكتير هل هو بيعمل تغيرات غلط هل بيبدأ بتشكيلها غلط طب هو بيبتدي بالتشكيلها الغلط دي عشان خاطر هو اللعيبة عنده ناقصة فيه حاجة مش مفهومة في أداء موسيماني طيب باتشيكو وباتريس كارتينون باتشيكو انا شايف انا شايف ان هو كان ماشي كويس جدا اه بيجي فيه شوية اخطاء في التشكيل ما فيش مشكلة ايه مدير فني ممكن بيخطئ عادي جدا لكن باتشيكو مدرب هايل مدرب قوي جدا ايه الفكرة في التغيير ايه الفكرة انت تجيب باتريس كارتينون اللي هو سبك مرة واحدة قبل اهم مطشيك في الموسم ايه الفكرة ان انت يعني تجيبه ليه ده الراجل ده باتشيكو اخر يعني اخر مطشي ليه وطلع انباء ان هو ماشي وعمل يعني وعمل مطش عمله مطشي قوي جدا 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 والراجل في الملعب متحمس يعني الراجل في الملعب وطلع بعض في المطمد يقول لك مين قال انت ماشي ما حدش قال انت ماشي بعدها بساعة اسمينا ان هو خبر الاقالة بس ده مش موضوع ده ده قصة تانية بس الفكرة كلها ان انت المدرب لاخر دقيقة والناس كلها والميديا كلها بتقول ان هو ماشي وبتقول ان انت اصلا مضيت مع باتريس كارتينون اليوم ده الصبح اساسا وهو بيعمل كل حاجة كل حاجة عنده بيدهالك الراجل في الملعب عمالي زعى للعيبة ولا كأنه ماشي خالص ليه تماشي باتريس كارتينون سابق قبل اهم مطش ليك باتريس كارتينون هو قوي ما عندناش مشكلة معاه خالص ان هو فنيا لا هو مدرب عالي وتظلم في الاهلي ومشي من الاهلي كابش فدى كل الاهلوية عارفين كده ان هو مشي كابش فدى عايزين يهدو الجمير فمشروه اه ده حقيقة والجمير كلها عارف جاو دي حاجة ما نقدرش ننكرها طب انت هو مفنيا قوي جدا وحلو جدا وانا من وجهة نظري ان كارتينون الولاية التانية ليه دي الولاية التانية دي هتبقى اجمد من الاولانية طبعا طبعا ممكن انت تختلف معاه عشان خطر ما فيش استقرار في الادارة الادارة ممكن ما تكونش بتاخد قرارات غلط دي برضو ترجع للادارة في الاولانية في الاخر يعني انت احنا كدماير بنقول دي قرارات غلط بس هم اللي موجودين في الاكشن نفسه او في الاحداث فهم اللي عارفين بيعملوا ايه طيب باترس كارتيرون يعني انا مش فاهم هو انت جبته ليه طيب هو احنا قلنا انه هو انا من وجهة نظري انه هو هيبقى احسن من الولاية الاولى طب ايه المقاومات على كده ما احنا اكيد بنقولي الكلام ده او انا بقولي الكلام ده فيه اكيد اسباب طيب ايه الاسباب اولا عنده لعيبة احسن من اللعيبة اللي كانت معاه معاه خط هجومي اقوى خط هجومي موجود طبعا مصافة محمد مشي هو كان بيعتمد عليه انا معاك بس اسامة فصل هيعوضه اسامة فصل قوي جدا لعيب هايل 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 فهيعوضه معاه بن شرقي وزيزو معاه ساسي وطريق حامد فبالتالي معاه مقاومات معاه عبدالله جمع عبدالله جمع ما عارفكه ما كانش بيلعب معاه في الاول عبدالله جمعه حيبتدي يلعب معاه اساسي لانه كانت رول لو تفتكره كان بيعتمد على عبدالشافي بيعتمد عليه اعتماد كله لحد ما تصفي مطش الاهلي عبدالله جمعه مستوى عالي فاذا انت هو عنده مقاومات تخليه يأدي اداء احسن من الولاية الاولى على فكرة الولاية الاولى هو لعب غالبا اعتقد 31 مطش كسب منهم 19 وتعادل منهم 3 والباقي هزيمة هو مدرب قوي مدرب كويس جدا ما عندناش اختلاف عليه خالص بس فيه تساؤلات كتيرة جدا طبعا احنا عشان وقتنا دايق فمش هنقدر نتكلم في كل حاجة بالتفصيل اه 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 فطبعا احنا بيحتاجين نين الفقرة بس قبل ما نينهي احاب ان انا اوصل بس رسالة سريعة كده بالنسبة النصب على المواهب او المتجرة باحلامهم اه عايز اوصل رسالة مش هوصل للنصاب لان انا صبا ما اتكلمت عليه ومش ما هو نصابه في الاول في الاخر لكن للاهالي زي ما قلتلكم ما تخلوش الولد ياخد الطريق السهل او البنت تاخد الطريق السهل خليهم ياخدوا الطريق السعب تقدر تزوقه زقة تقدر تساعده وساعده مش مشكلة بس ما يعني خليك في داره خليك في داره خليك سابورت لي بس ما تعودوش انه ياخد الطريق السهل لا عودو انه هيروح ويتمرن وهيلعب وقناعه انه المواهبة دي عنده مش محتاج اي حاجة تانية عشان خاطر يتشاف ويتشاف او ما يتشافش ده في الاول في الاخر نصيب واتمنى تكون الفقرة عجبتكم ان شاء الله باذن الله الفقرة الجاي باذن الله مع الاعلام الكبير مصطفى كمال فقرة قد صدق يتكلم عن موضوع مهم جدا 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 استنوا بجد موضوع قوي جدا وهيكون بعدها ان شاء الله باذن الله دكتور سامح فقرة اجتماعية برضو موضوع قوي جدا 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 كالعادة في شباب لايف وان شاء الله باذن الله شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة